يمكن دا ظهر يا كابتن في التقرير اللي احنا سجلناه احنا سجلناه تقرير يمكن بعد مباراة أصحاب الجياد وحاسم بطولة الدوري مع البنات خلينا نشوف التقريير دا ما حضرتك نرجع زي ما شهديني نشوف تقرير سجلناه بعد بطولة او مباراة أصحاب الجياد اللي حسن فيها الدوري مع اللاعبات نشوف التقرير ورجع لحضركه الصعبات طبعاً نحن في فترة الكورونا اللي إحنا كنا قاعدين هدية وبعد ما نزلنا كانت أول أسبوعين تقريباً كلنا ما كناش قادرين بدنياً خالص وبعدين أول مطشي لنا كانت سبورتنج وده كان أقوى تقريباً من أقوى مطشط في الدوري فالحمد لله إن إحنا عرفنا نعديه وبس ده كان أصعب الحجيات لحد دلوقتي هو طبعاً يبقى شعور حلو قوي براحة لنا إن إحنا بنحسم الدوري من بدري فالمطشط القوية في الآخر من برايحنا طبعاً إحنا حاسمين الدوري أطبعاً لازم نكسب بس ببقى في راحة إن إحنا خلاص كذبانين يعني فالمطشط بالنزمة تبقى أسهل لنا يعني الحمد لله إحنا الحمد لله كل مطشطنا كنا الحمد لله بنكسبها كان فيه مطشط بتبقى صعبة شوية بس الحمد لله بنقدر نرجع على المطش تاني ونحسم المطش يعني والحمد لله طبعاً إن إحنا نحتم بدري الدوري بدري ده حاجة كويسة لنا وإن شاء الله بقى فضلنا الكيس بطولة جمدة برضو عندنا مطشط جمدة يعني إن شاء الله يبقى دوري الكيس إن شاء الله طبعاً طبعاً بعد التوقف اللي حصل ده إحنا طبعاً كنا راجعين كلنا تعبنين طبعاً وهي أصعب حتة كانت اللي هي نبدأ نرجع تاني نتمرن تاني بانتظام ونرجع تاني نحافظ على اللي يوكوب بتاعتنا وإحنا نرجع تاني نلعب يعني فولي بقى أو وبعد غياب أربع شهور إحنا عبرنا ما عادنا في مدة دي كلها خالص بس يعني فدي كات أصعب حاجة طبعاً بفضل ربنا طبعاً وكابتن حمدي والجهاز قدرنا إن إحنا نبقى قدرين إن إحنا نوصل لمستوى إن إحنا نخلص بي المطشط يعني أو الدوري في الوقت ده يعني بس الحمد لله الحمد لله طبعاً السيزون ده كان مختلف شوية عن كل سيزون بسبب التوقف اللي حصل تلات تشهر ويمكن الفطر دي صعب على أي رياضي يعني إنه ينقطع عن التدبات اليومية ويوجع على المنافسات على طول فالموضوع كان صعب شوية بس الحمد لله كنا قدرين في الفطر اللي إحنا مياحين فيها إن إحنا نقدر يعني نستعيد لركتنا حتى في التمرنات خفيفة ممكن في البيت أو كده بس وقدرنا الحمد لله نرجع واحدة واحدة قبل ما نستقنف يعني الدوري لعبنا مطشط ودية مطشين وديين مع فرقة قوية فقدرنا من خلالها إن إحنا نرجع واحدة واحدة لجو المبارات يعني إن إحنا طبعاً يعني نفضل دخلين كل مطش اللي نحنا نقدر نفوز به حتى بعد ما حسامنا الدوري إن إحنا لازم نحافظ للآخر إن إحنا نسبة عالية جداً دي الحمد لله خليتنا نفق عن بقية المنفسين يعني في الدوري إحنا كانت أكتر الصعوبات طبعاً فترة الكورونا إن إحنا كنا نتمرن في البيت لوحدنا وإن إحنا لما يعني رجعنا وكده كان فيه صعوبة في الأول بعد الراحة الكبيرة فقدرنا الحمد لله إن إحنا نتغلب على ده واحدة واحدة لحد ما كملنا يعني الموسم وإدرنا نحسام الدوري بدري خمس أو ست جولات وإن شاء الله يعني نكمل على كده